المغرب يبني أخيرا مقرا ضخما لسفارتي بواشنطن بزخرفة مغربية أصبح مبنى سفارة المغرب الجديد بالعاصمة الأمريكية واشنطن جاهزا بعد سنوات من بداية الأشغال بها ويتواجد المقر الجديد الضخم بمنطقة The International Century Center المخصصة لبناية السفارة والبعثات الأجنبية وسط العاصمة الأمريكية واشنطن وزينت واجهة المبنى الجديد للسفارة المغربية بالزخرفة التقليدية المغربية كما تم تثبيت نافورات تقليدية داخل مقر السفارة ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماثية بين الريبار وواشنطن لعام 1901 حينما تم استقبل أول السفارة للمملكة قبل 119 عاما بتعين المغربية المهدي المنبهي كأول سفير للمملكة لدى واشنطن ترجمة نانسي قنقر 2020 غضبا واسعا في أوساط تونسيين بسبب حديث عن وجود احتجاجات شعبية في تونس ضد تفشي البطالة وغياب ثلع غدائية أساسية تقرير نشرة بكرة الأناظول أفاد بأن مئات النشطاء التونسيين كتبوا على مقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة ومنتقدة للتقرير الذي نشرته القناة واعتبروا أنه يضلل الرأي العام ويشوه الثورة تونس قناة الغد الإماراتية ذكرت في تقريرها وجود مظاهرات في سبع محافظات تونسية احتجاجا على تفشي البطالة وغياب مشاريع البنى التحتية ونفاذ ثلع غدائية أساسية من المتاجر وعدم توزيع الثلع بشكل عادل على الفئات الضعيفة خلال فترة الحجر الصحية المفروضة ضمن تدابير مواجهة كورونا كما أدهر التقرير مئات من المتظاهرين يجوبون شوارع البلاد فيما قال النشطاء وتقنيون عبر مواقع التواصل إن الثور المنشورة تعود لاحتجاجات قديمة ليست لها علاقة بما أولده التقرير وأضافوا أن التقرير أدهر مداهر نفدة الأسبوع الماضية جماعير فريق كرة القدم بمحافظة بنثرت شمال العاصمة تونس احتجاجا على أوضاع المنشآت الرياضية كما أشر النشطاء إلى أن المحتجين ظهروا في مقطع آخر ضمن تقرير القناة الإماراتية وهم يرتدون ملابس شتوية في وقت تشهد درجة الحرارة ارتفاعا بفصل الربيع واعتبروا أن التقرير مؤامرة حاك ضد بلادهم فيما قال آخرون إن شعب تونس واعن برغبة هؤلاء في تدمير تجربة الديمقراطية وتورته وهو لا يباع ولا يشترى ووفق موقع عربي بوست فقد انتقد الصحفيون تونسيون محتوى التقرير أيضا وطالب بعضهم لهئة العليا المستقلة للاتصال السمع البصري في تونس بالتحرك الإيقافي مثل هذه الادعاءات التي تذج بالبلاد في خانة صعبة الصحفيون اعتبروا أن التقرير يفتقر لأبسط أثليب المهنية وأنه صور الوضع في تونس وكأن البلاد على حافة حرب أو أزمة كبرى ودعا آخرون إلى مقاداة قناة الغد الإماراتية ومطالبته بالاعتدار للشعب التونسي كما نشرت مواقع إخبارية تونسية مقالات رافدة لمحتوى التقرير ومعتبرة أنه فبركة وتزييف للواقع التونسي فيما ثلطت أخرى الضوء على ردود فعل النشطاء على مواقع التواصل على تقرير القناة الإماراتية الناشط التونسي هاني معمر قال في تغريدة عبر تويتر إن التقرير يعد بداية التحرير ضد تونس وقناة الغد المدعومة من الإمارات تبت الصم وتنشر فيديو قديما على أنه تورة في تونس على الحكومة ويرى مراقبون أن الحملة تهدف للواقع بين البرلمان والرئاسة في تونس وإطارة معارك جانبية بين الكتل البرلمانية والأحزاب رغبة في تفكيك مؤسسات الدولة فيما يعتبر خبراء محاولة للتغطية على الفشل في ليبيا عادت حسابات إماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي لشن حملة جديدة ضد المغرب وذلك بتزامن مع أذم صامتة بن الرباط وأبو ضبي منذ أكثر من عامه عندما غدر السفر الإماراتي لدى الرباط علي سلم الكعبي المغرب في أبريل من العام الماضي بناء على طلب مستعجل من بلاده قبل أن يسحب المغرب سفره لدى أبو ضبي قبل أسابيع وحذر نشطاء مغربة من ظهور صفحات إماراتية حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي متهمين إياها بالمساثي بالشأن الداخلي للمملكة من خلال تدوينات تحاول استقطاب النشطاء والتحكم في الرأي العام كما هو الحال بالنسبة إلى صفحة تحمل إسم مركز الإمارات للدراسات والإعلام تتم إدارتها من ليبيا وبحسب الصحفي والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي حسن بويخيف فإن تلك الصفحة تتضمن تدوينات مشبوهة من قبل ما نشر بتاريخ الخامس والعشرين ماي من أن استقرار المملكة المغربية يبدأ بالإطاحة بحزب العدالة والتنمية وأنه يجب القضاء على الإخوان في تونس وليبيا والمغرب كما تم القضاء عليهم في مصر مشيرا في تدوينة اللو على فيسبوك إلى أنها تلخص سياسة التحالف الخليجي الاستئصالية الذي سبق وإنكشفت مؤامراته في محاولة التدخل في الشأن الداخلية المغربية وكذا سياسة تحالف الشر الذي يعاد الديمقراطية وحرية الشعوب ويتخفى خلف شعار محاربة الإخوان المسلمين وقال النشط المغربي إن هذه التدوينات التحريدية والمتدخلة في الشأن الداخلي لكل من المغرب وتونس واضحة المرامي وتعمل على التحكم في الرأي العامة الوطنية للدولتين خدمة لأهداف التحالف الاستبدادية الخليجية وكانت حسابات إماراتية على موقع تويتر قد شنت الشهر الماضي هجوما على الحكومة المغربية ورئيسي سعد الدين العثمانية متايمة إياه بالتثب فيهما للشعب المغربية وعدم توفير المؤني والغذاء لهوى ترك عردة لوباء كورونا فيما رد نشطاء مغربة بالتضامن مع العثماني عبر هاشتاك شكرا العثماني ما جعله يحتل المرتبة الأولى في الترند على تويتر حملة الهجوم على العثماني وحكومتي شنت عشرات الحسابات الإماراتية في وقت متذامن إذ استعملت في التغريدات مصطلحات متشابهة مع اختلاف في الثياغة واجتمعت كلها على اتهام حكومة العثماني بأن تمول الجمعات الإخوانية وتهمل الشعب في دل الأزمة الكبيرة التي يمر بها المغرب ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية في الخامس يونيو 2017 التي اتخذ فيها المغرب موقفا محيدا تمر العلاقات المغربية الإماراتية بحالة توتر بين مد وجذر كان آخر فصولها مغادرة السفير الإماراتي علي سالم الكعبي المغرب في أبريل 2019 بناء على طلب سيدي عاجل وكان المغرب قد اتخذ موقف الحيادة البناءة بين الأطراف بعد إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة لقطر وقال حينها إنه لا يمكن أن يضع في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة مؤكدا استعداده لبدل مساعي حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل بين أطراف النزاع إذ أبدت الأطراف الرغبة في ذلك كذلك كان لافتا في شهر فبراير الماضي استثناء وفد مغربية رفيع المستوى بقيادة المستشار الملكية فؤاد علي الهمة الإمارات من جولة خليجية شاملة السعودية وقطر حيث وصل لم رسائل من العاهل المغربية الملك محمد السادس إلى كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمانة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد الخبر الإيطالي ماركو بارتو يوم الجمعة أن المملكة المغربية لطالما اطلعت بدور استراتيجي في القرى الإفريقي عبر التاريخ ولاحظ بارتو في مقال نشره الموقع الإخبارية بمناسبة يوم إفريقيا الذي يتم الاحتفال به يوم الخامس والعشرين ماية من كل سنة أن أصول معظم الأسر المتعاقبة على الحكمة في المغرب هي من الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تعتبر الأكثر ارتباطا بإفريقيا وأضاف أن إفريقيا وخاصة منها بلدانها الواقع جنوب الصحراء تحتل مكانة مركزية وأساسية في الدبلوماسية المغربية وذكر بأن جلالة المغفور له الملك محمد الخامس عمل على دعم دول إفريقيا بكل شجاعة وتصميم موشرا إلى أن المغرب بالإضافة إلى كوني عدوان مؤسسا لمنظمة الوحدة الإفريقية قام بالعديد من المبادرات لفائدة القرى الإفريقية وهو ما جعل منه فاعلنا موثوقا بها وفي هذا الصياق أبرز الخبر الإيطالي أن سياسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لم تكتفي بالاستمرار في هذا المصار بل طورته ووسعت نطاقه مما يعزز تقدم إفريقيا ووحدتها ودورها في الساحة الدولية وقال إن جميع المحللين يتفقون على أن إفريقيا هي قارة المستقبل لذلك فإن المغرب وبفضل استقراره التاريخية يمكن أن يصبح الدولة الرائدة في عملية التكامل الإفريقية الشاملة وذكر مارتو بارتو بالجولات العديدة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس في عدة بلدان إفريقية وهو ما أتاح إقامة علاقات اقتصادية وتيقة معها وأبرز أن وباء كوفيد-19 أظهر كيف مكنت العلاقات الجيدة التي نسجها الملك محمد السادس مع العديد من البلدان الإفريقية من إحداث جبات واشتركة لمواجهة هذا الوباء وقال إن تقاسم المعلومات وإطلاق الإنتاج الصناعي المغربية أرث أسس نموذج مغربي يعود بالنفع للقرى الإفريقية بأثرها ويساهم في ضمان استقلالها الاقتصادية ويجعلها قادرة على خوض غمار المنافسة الدولية وأضاف أن النموذج المغربية يحتدى به أيضا في الجانب الديني إذ أن معهد محمد السادس لتكوين الآئمة والمرشدين والمرشدات الذي يستقبل كل سنة طلب من مختلف أنحاء العالم يبرز الدور الوازي للمغرب في إشاعة قيم الإسلام الصحيحة الداعي للسلام وتسامح واعتبر كذلك أن المغرب الذي تتعايش فيه مختلف المكونات العرقية والتقافية يشكل نموذجا يحتدى بالنسبة للبلدان التي تشهد ثرعات داخلية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة